ظاهرة التوك توك ظاهرتهم موسيئة للمجتمع تسبب تلوث البصري والضوضائي تسبب الازدحام والحوادث في الشوارع وأي شوارع؟ شوارع بلدنا المعطاء الجميلة ولكن من هم سائق التوك توك؟ شباب غير متعلم ندري كيف نتحدث معه ومعنا أعزائي المشاهدين في الاستيديو أحد سائقية التوك توك لقد شوعت المدننا جميلة بتكاتكي تيك كوم ما رأيه أنا شايف المشكلة الكبيرة مو بالتوك توك المشكلة الكبيرة بعدم تغطية شبكات نظام المواصلات لمناطق العشوائية وهذا السؤال لو وزيري بتغطيت مولة إلي طيب ممكن تقلي ليش هوايتك قيادة التوك توك؟ أكيد مو هوايت قيادة التوك توك أنا بشتغل عليه مش عنا أعيش لو لقيت فرصة عمل تاني محترمة كنت اشتغلت فيه أكيد يعني أنت لو تعلمت وجبت شهادة واشتغلت على حالك كان وضع غير هالوضع هلأ أنا مهندس ميكانيك دفعت 2011 يا أصلاً توك توك بيلوث البيئة ويزيد معادلات الاحتيبات توك توكي على الكهرباء وما بيلوث البيئة أنا طورته بقنا عملته يعني يبدو أنه لدينا عطل فني سنعوده بعد قليل أنت أبخير بنجابينا لهات شوفير توك توك ومهندس كهرباء منيك ميكانيك دفعت 2011 أهلين وسهلين ومئة مرحبتين بأحبائي وحبيبات يا المتابعين والمتابعات الراكبين بالمواصلات العامة والراكبات كيف كون؟ اجتماع بمجلس النواب العراقي والناس عادين عم يستنوا بقى هالنواب كلهم يفوتوا يجلسوا يعدوا يجتمعوا وعز بمجموعة من النواب جايين على المجلس هن الراكبين تاكاتيك جمع توك توك المفرد يعني نواب من حركة امتداد وحراك الجيل الجديد فايتين على مجلس النواب على تاكاتيك تلك العربات ذات الثلاث عجلات والمحرك اللطيف والتي يتسع في داخلها الراكبين نظريا خلف السائق بقوا تستخدم للأجرة في المشاوير القريبة مع اونواب برلمان اضربوا اطرحوا فايتين على توك توك وين المرسيدس والبي ايم والاودي التوك توك صار رمز وطني للعراق رمز لثورة التشرين العراقية سنة 2019 في ناس بيعتبروه رمز للشباب المكافحين اللي بيحاولوا يكسبوا قوط يومهم من عرق جبينهم وفي ناس بيقولوا لا 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 هذا التوك توك ودليل على تراجع المستوى المعيشة وفي ناس بيشوفوا تجسيد للفوضى التي ملأت مدننا العربية ولهات السباب بيشوف البلاديات والمحافظات بكتير من بلداننا العربية عم تحاول تعدهم التوك توك تقضي على وجوده تحض من وجوده بالشوارع تجسيد وكفاح وثورة وتوك توك يا جهبات وشو لحكي هان ما انتك تترك اي شي انت ما تجهب ذو لا يا حم هدي لا كل شي بنجهب ذو نحن هون انت غلط بنجهب ذو وبعدين بننشره من كوي تعود اصول التوك توك الى اسيا وانتشرت من اسيا ليتدعم العالم بكثير من الدول والمدن الاسم الاصلي والأوتو ريكشاو او الريكشاو الاوتوماتيكي الالي وريكشاو بالياباني هي عربية قديمة كانت موجودة شافينها بالافلام واحد بيحمل ليك خشبتين بجره وراه في كرسي ودواليب وبركض فيهم بجره واحدة وتطور هذا الريكشاو ولكن في ايطاليا وليس اليابان هونيك كان في شركة كتير مشهورة بتعمل الموتوسيكلات بس منتبع العجلتين عرفتوه؟ هاتا الموتوسيكل المشهور اللي بيوصلوا عليه بيتزا بالافلام هادا اللي بيسموه بايطاليا فيسبا ومصر كمان بينادوله فيسبا وعندنا بيسورة بينادوله السنفور وكان بفترة من الفتراته كتير مشهور وخلي الشركة يسل الى شهرة عالمية كمان المهم مالنا بالطويل بالأربعينات اجا مهندس من هاي الشركة مساك الفيسبا هي الموتوسيكل وطورو حطلو عجلة تالتة وعمل عربي صغيرة سماها أابة بالايطاليا وبعنى هاي الكلمة هو نحلة بالايطاليا والله ونجح المشروع بايطاليا عربي رخيصة ومصروفة خفيفة وصيانتها خفيفة يعني ما بتكلف كتير وانتشرت كتير بمراكز المدن وبالأرياف صاروا يستخدموها التجار وانتشرت هاي العربية بشوارع ايطاليا وصارت فعلا توز مثل النحلة وزز من شارع لشارع وشايفين هالنحلة هاي وزز هي جدة التوك توك بس النجاح والانتشار الحقيقي لهي العربية لم يكن في ايطاليا بل كان في اسيا من بوابة الهند صناعة السيارات بالهند بالخمسينات والستينات كانت عم تتطور وكانوا صناعيين لهنود يروحوا على ايطاليا نحتى ياخدوا وكالات بصناعة الموتورات بالهند ويرجعوا وبี้و من الايام كان في خبراء اهنود من شركة بجاج الهندية عаботوا يتنشو بايطاليا ويتمهادلوا اطراق الحديثة بتطلعوا ززز مرأت ناحلة ايطالية لك شو هاد هاي بنعرفها هاي نفسها الريكشاو اللي عنا بتمشي بالشوارع بس في ناس بيجروها بلا يعتقونوا ترخيص الريكشاو نعقولونا نعم lo اعني بناخدوا وصارت علامة مشهورة للهند كلها بالعالم ومن الهند انتشرت في دول جنوب وجنوب شرق آسيا مثل تايلند وماليزيا واندونيسيا وغيرها وفي نهاية التسعينات وصلت توك توك إلى مصر ولكن كيف انتشرت بها؟ يتفق الجميع على أن التكاتك أول ما ظهرت في مصر ظهرت في السنبيلاوين أحد مراكز منطقة ومحافظة الدقاهلية في منطقة دلتا مصر وعلى أن هذه التكاتك التي ظهرت في تلك المنطقة كانت مستوردة من شركة باجاج الهندية ثم يختلفون على كل شيء تقريباً وفي الحقيقة في أكثر من شخص يدعي أنه هو أول من جاب التكاتك على بر مصر ويمكن أن تكون الرواية الأكثر ترجيحاً هي الرواية التي أوردها الباحث يان فيليب تستيفين اللي عمل بحث دكتوراه عن ظهور وانتشار التكاتك وخصوصاً في مصر ورأى عمل مقابلات في السنبيلاوين وفي بالآس وفي مناطق أخرى حتى يكتشف جذور ظهور التكاتك في مصر طلع معه يا سادة يا كرام أنه أول من جاب التكتوك إلى مصر هو رجل أعمال مصري من وين؟ من منطقة السنبيلاوين؟ وكان الزوجته سيدة هندية من مدينة بومبي بالهند وبأحد الزيارات لبيت الحما لفتت نظره وعرامات التكتوك المنتشرة في شوارع مدينة بومبي تلك التكاتك اللي مننتاج شركة باجاج الهندية نفسها منتشرة كثير في شوارع مدينة بومبي أما نطلع عليك قال هل تفكر في ماء وفكر نفسك أنت يا رجل الأعمال اللي هل هو مفكر طلع معه وهذا مشروع فيه بزنيس كبير وممكن يطلع مصاري منه كتير شو يعمل؟ رجع على مصر واشترك المطعة وباعهم بالسنبيلاوين ومن هداك اليوم بلشت قصة التكتوك بمصر ومنافسة وتجارة ووكالات وشخصيات تكتوكية شهيرة مثل زينب تكتوك الموظفة وسيدة الأعمال المصرية التي ساعدت بنشر التكتوك في مصر هذا غير الصراعات الدامية مع سائقيل حنطير والمشاكل اللي بلشت تطلع وغيرها يعني قصة دا سيمة جدا ما فيني فوتكم بالتفاصيل هي قطروح الدكتوراه طولها 400 صفحة عم تحكي عن التكاتك شغلة كبيرة ممكن نعمل منها مسلسلة 30 حلقة ومن محافظة طيقة دقاهلية والشرقية انتقلوا التكتوك إلى المدن الأكبر في مصر ووصل للأدواح القاهرة حوالي سنة 2006 الناس بالأرياف حبوه كتير نضيفه ركوبه سهل مو متلح حنطور لحنطور لازم تطلع وتمطل حتى تركب عليه وروث الأحصين يأنتوا أكبر قادر بينتشر بالطرقات وريحته بشعى وكريهة بالتالي هاد الحال كان أنضف وأظرف وبيوصلك لوين ما بدك بسرعة كبيرة بتصل لـ 80 كم بالساعة فريرة مثل ما بيقول أخواننا المصريين وكلو بيسعر موحد المشوار بـ 1 جنيه أما بالنسبة للسائقين فقد كان التكتوك مشروع كتير مربح بالنسبة لألو ليش أنا ممكن يفوت لك 100 جنيه بليوم طبعاً عم نحكي عن أسعاره صرف في بداية الألفينات مو بأرقام اليوم وإذا اشتغلت عليه بجد واجتهاد ممكن تدفع الأقصاط اللي عليه وتبلش تطلع ربح كبير مين حبه كتير؟ الشباب العاطل عن العمل والجهات الحكومية صارت تقولك أنه هذا التكتوك وأفضل مشروع فردي للشباب الجامعي اللي ما بيلاقي وظيفة جيب تكتوك وشتغل وبنفس الوقت بيقدم خدمة نقل للناس الكبيرة بالسن أو اللي عندهم مشاكل بالتنقل بيلاقي أوجد حل التكتوك مشان هيك حصل التكتوك على دعم حكومي ببدايته إلى حد ما وطبعاً الشغل بيجيب شغل صيانة وقطع غيار وتصنيع وقروط والبيزنس كامل يعني يدور حول التكتوك وبيحسب العلماء بيقول لك أنه شبكات الاستيراد والتصنيع وقطع التبديل وهالشغلات كلها هي كان تمتد من الهند إلى مصر إلى السودان إلى الكونغو شبكة بيزنس كبيرة كل هالكلام هذا صار بمصر أما بالعراق فقد وصل التكتوك إليها قبل كم سنينة بس كتير ناس قالوا بوقتي أنه شو هاد شو وين نحن بالعراق ولا بالهند نحن بالعراق البلد النفطي الغني صنع نركب تكاتيك وستوتات وستوته هي إخته اللي زم للتكتوك بس بانتفاض التشرين 2019 بالعراق كان دور سائقين توكتوك كتير مهم حتى أنه سقط منهم ضحايا ونن عم يحاولوا يسعفوا مصابين بالحراق وتحولوا التكتوك لرمز وطني صار رمز للثورة صار نشوف رسومات كبيرة لتكتوك على الحيطان بالشوارع ببغداد صار في منهم ملسقات يحطوها على الكمبيوترات على الموبايلات على الدفاتر الناس يحطوها كرمز للثورة حتى صار في منهم أكسسوارات للفتيات يحطوها على توكتوك طوء توكتوك يصار موجود شغالة مهمة اتحولوا التكتوك لرمز للثورة الشبابية للنضار الشبابي أما بالبلاد العربية الثانية فهموا كتير منتشر التكتوك بسوريا مثلا بلش انتشر جدا على الخفيف فس شو فيه أكثر من انتشر الترطيرة وما هي الترطيرة أو التريزينة الشهيرة عندنا بسوريا كتير عربي بثلاثة عجلات بتكون بالأساس مستولدة على أنها موتوسيكل بياخدوها الورشات المبدعة الموجودة بالمناطق الريفية وبعدة مدن تانية وخصوصا بمدينة حلفاية التابعة لحمها بتحولها لترطيرة بتحمل فيها أشخاص بضائع خواريف ولماذا سمي الترطيرة؟ هذا سؤال الهم جدا ما سألتني يا حمادي سمي الترطيرة على الأكثر انه بتطرطط هذا هو أسباب تسميتها بيئة الترطيرة ولما لجأ السوريين على الأردن أخذوا معهم ترطيراتهم إلى الأردن الشقيق ستتشوفوا الترطيرة السورية عبتمشي بشوارع الأردن بكل فخر طبعا كلها الحكي ما بيعني انه ما فيه جدل حوالين التوك توك والستوتات والترطيرات فيه جدل التوك توك بالنهاية مصمم لحتى يستخدم بالأرياف والضواحي اللي ما فيه كتير ازدحام وعجقة وين المشكلة لكان؟ المشكلة انه بكتير من المدن الكبرى وخاصة بالمصر والعراق ستتلاقي التكاتيك بنصف الشوارع المزدحمة وحيانا انه السائق بيكون عم يسوه بسرعة جنونية عالية بدون ما يراعوا الازدحام ولا حجم التوك توك للصغير ولا قواعد المرور ولا شي وأحيانا بتلاقي التكاتيك عبتمشي على الأرصفة المخصصة للمشات هذا غير سرقات التكاتيك وجرائم تانية متعلقة بالتكاتيك وغيرهم كتير يعني وفيه ناس بتحس انه وجود التكاتيك بيعمل تلوث سمعي وبصري بتحس انه وجودها بيعمل منظر متخلف وموحلو بالمدينة لازم يلغوها شو هذا؟ لهي الأسباب والأسباب تانية مثل انه معظم التكاتيك مو نظامية يعني ما لرقم مرور عند المؤسسات بالدولة صارت الحكومات شو تحاول؟ تحد من استخدامه وتقضي عليها بشكل أو بآخر بالعراق طلعت إدارة المرور قرار بمنع قيادة التكاتيك والستوتات في الطرقات العامة السريعة وفي الساحات مسجلة كانت أم غير مسجلة يعني نظامية ومو نظامية ممنوع تقودة في هاي المناطقين حدث مناطق سكنية معينة لوجود التكاتيك بس تكون موجودة هون فقط لا غير في مصر عبيحاولوا يعملوا نفس الشي عبيحاولوا يمنعوا استيرات قطعة ترديل التوك توك ويعطوا قروض ميسرة لحتى صاحب التوك توك يبيع التوك توك تبعه ويجيب مينيفان باص صغير خراسة الكلام يا أصدقائي التوك توك مختلف عليه فيه ناس بيعتبروه رمز للعشوائية والفوضى ومو مفيد فيه ناس بيعتبروه رمز للشاب المكافح اللي عم يحاول يشتغل ويعمل مشروع لحاله وحتى صار رمز وطني مثل ما صار بالعراق على كل حال إذا كانت التكاتيك مشكلة فهي بالحقيقة مشكلة عرضية ونتيجة لي مشكلة أكبر لأن السؤال الأهم هو ليش انتشرت التكاتيك عندنا أصلا المناطق السكان العشوائية اللي لا بيوصل على تكسي ولا باس ولا مترو المفروض شبكة المواصلات تغطي كل المناطق بالبلاد قطارات على باسات على ترامات على تكاسي على مترويات المفروض دائما يكون في حل لك تصل لبيتك لا يشي تركب ولا تصل لبيتك يا حبيبي وين ندور بكاتنا العربية؟ شو نركب؟ وبشكلة تانية إذا كان الشباب مقبلين على الشغل على التوك توك هذا ما بيعني إنه ما لقوا فرص عمل تانية لحتى يشتروا فيها؟ بالذات ببلداننا في نسبة كبيرة من السكان ما بيتعدى دخلها باليوم اثنين دولار اثنين دولار باليوم بشانيك من الطبيعي إنه الشب يشوف فرصة عمل بالتوك توك مورد رزق وبالتالي بس تتوفر فرص عمل محترمي برواتب محترمي وتنحل مشاكل نظام المواصلات ببلادنا أوتوماتيكياً بيصير التوك توك من الماضي يعني لحالك ما تشوف توك توك ما عدتها يحبي يركب توك توك إذا يلاقي باس ولا ترامو ولا مترو ليش الأركب بالتوك توك أنا للمتعة ممكن يصير موجود فقط وين؟ المدن السياحية والمناطق الأثرية ها واحد يركبه وينبسط فيه أنتو شو رأيكم؟ هل لازم نمنع التوك توك واللوم سائقي التوك توك؟ ولا اللوم الظروفي اللي قدت إنه ينتشر؟ وشو البديل برأيكم نزل غينا؟ جابونا على هذا السؤال بالتعليقات وإذا حبيتوا الحلقة عطونا لايك أعجاب وش عاركوا الحلقة بين أصدقائكم ونشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجراز وشوفوا الحلقات السابقة واستنوا الحلقات القادمة وخلي الناس كلها تشوف الجابد وهو يتحدث عن التوك توك سلام